لكن طبعا لا حديثة ولا صوتة يعلو على صوت كرة القدم الأهلي في الجزائر ترتيبات خاصة لوفاق سطيف تركيز شديد جدا في وفاق سطيف وفاق سطيف لما بعثت الأهلي وصلت كان وفاق سطيف عامل فوس كبير على فريق اسمه سريع غليزان ده في الدور الجزائري وفاق سطيف فاز عليه 7-0 حسستك بحاجة دي لازم تنتبه رسالته أنه لا وفاق سطيف يعني هو رجع مغلوب بنتيجة سقيلة ولكن ما تهزدش معنوياته قال فريق له قدامه هم بيقولوا أنه نتائجه بس ما فيش حد كمان عارف كسبو 7-0 ده وفاق سطيف فالمباراة لازم تؤخذ بمنتهى الاهتمام والجدية وما فيش حاجة اسمها خلصت في القاهرة إنما يعني ها تديك أريحية لكن نأمل أنك تخرج بنتيجة إيجابية هناك عشان يبقى البطل مقنع حتى النهاية ده كمان كلام مهم جدا المباراة الساعة 9 مساء السبت الحكم هيكون الصدق السلمي التونسي ومعاه خليل الحساني حكم مساعد والليبي أعطيه محمد عيسى وهيكون في تقنية الفيديو التونسي هيثم قيراط بجانب المغربيين زكريا برينس وعادل زوريك تعرفين الأهلي كان سافر بقايمة كاملة تقريبا ما أعدش يمكن إلا حسام حسن وصلاح محسن فيما عادة ذلك كل الفريق مكتمل موجود مع الجهاز الفني يعني إحنا مش وقت الكلام على مين سافروا مين قاعدوا فرقة الأهلي ما فيهاش يعني فوارق فنية تخلينا نصنف اللعيبة لكن كل حاجة لها ظروفها ويعني أعتقد أن اللي سافروا يقدروا يشيلوا المسئولية بالشكل الواجب وأن كان فيه أخبار مزعجة عن إصابة ميكسوني وانتقاله إلى المستشفى يا ريتي يعني من خلال الساعة اللي احنا متحالنا نقدر نطمن الناس ونطمئن معهم طيب الحقيقة التحدي الحقيقي في البعثة البعثة برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي اللي الحقيقة قايم بدور كبير جدا لتحقيق التحويط اللي على الفريق بمعنى أنك إزاي تعزل الفريق عن أي مؤسرات بأي قضايا تانية للملعب النهائي ولا غيره وكمان بتخرجهم من المود اللي ممكن يكون فيه جزء من الاسترخاء بعد الفوز بالأربعة في مباراة الزهاب عشان كده كان الكابتن محمود الخطيب حريص على لقاء اللعيبة قبل الصفر في الملعب وقال لهم الأهل ما تأهلش كرة القدم فيها كل حاجة احترام المنافس ده أساسي جدا التركيز في المباراة ده أمر مهم جدا الأستاذ العمري فاروق طوال الأيام من أول ما وصله وحواراته مع الكابتن سيد عب حفيز ومع الكابتن حسام غيالي عضو مجلس إدارة والمسستر يأنديل عضو مجلس إدارة اللي موجودين مع البعثة كله إزاي تخرج اللعيبة من أي مود يكون فيه جزء من الاطمئنان أو الانشغال بحدوتة النهائي ما فيش حاجة انت يعني حطت لنا تعليق أنا بحبه أيوة ما تشويش السمك غير لما تصطاده أيوة فمش حنشوي قبل الصيد بالهنة والشافة فإحنا لسه ما وصلناش النهائي لما نوصل نهائي نبتدي نتكلم على مشاكل النهائي ونور رأينا فيها لكن في كل الأحوال أي أنت كفريق بقى لأنتم حطت في اعتبارك ملكش دعب أي مشاكل طيب نطلع